بنبدأ على طول سؤالنا السلام عليكم يا دكتور السلام عليكم يا دكتور محمد ماشي ابني عنده سنتين وثلاث شهور ومتأخر في الكلام أنا ملاحظ أن في أسئلة كتيرة موضوع الكلام ده يعني شاغل ناس كتير مش بيقول أي كلمة بس بيفهمني كويس ده كويس قوي وسنتين وثلاث شهور وكمان شقي جدا لدرجة أنه مش بيهدى غير وهو نايم أرجو الرد وشكرا طيب سنتين وثلاث شهور زي ما قلنا ولا كلمة خالص لا الأمر يستدعي استشارة تخصص طب أمراض التخاطب وبفكر حضراتكم أن احنا لو عايزين ترجعوا للأركايف أو للأرشيف بتاعنا أن احنا قدمنا حلقة عن أمراض التخاطب مع قامة علمية كبيرة وهو الأستاذ الدكتور حسن الغندور أستاذ أمراض التخاطب بكلية طب جامعة عن شمس التخصص ده جماعة هو اللي بيوجه ناحية أن الطفل هنكتفي بتخصص تخاطب ولا هنحتاج كمان تخصص طب نفس الأطفال يعني هنحتاج تخصص ده ولا لا لأنه موضوع أنه مش بيهدى غير لما ينام يعني دي نقطة أو وصف نسبي شوي يعني احنا اتفقنا أنه الانطباعات ماشي مهمة لكن ما بيتخدش بناء عليها قرارات طبية هي ممكن تقودنا يعني تقودنا إحنا كأطباء إن إحنا ناخد الانطباع ده ونبتدي نحلله كده مع حضرتك في الكلام وناخد الهيستوري أو التاريخ المرضي ونبتدي نرتقي بمستوى الانطباع ده نتأكد بقى بالكشف الطبي بتحليل معملية بإجراءات فحص وهكذا يعني هنا لازم نتأكد بقى في الحالة دي أنا باخد بقى هنا التعبير الحرفي اللي تألف سؤال اللي مش بيهدى خالص غير لما ينام فلازم نتأكد من عدم وجود حالة فرط حركة مثلا اللي بتبقى مصحوبة بتشتت الانتباه ونقص التركيز وده من ضمن النطاق تخصص طب نفس الأطفال وبرده زي ما نوهت عن حلقتنا اللي عملناها في التخاطب حيكون نقدمنا حلقة أو أكتر كمان مع الأستاذة الدكتورة نوحة صبري أستاذ طب النفسي بكل الطب بجامعة القاهرة وكلمنا فيها عن فرط الحركة وتشتت الانتباه ونقص التركيز كلمنا عن ده كويس ممكن برضو ترجعوا له لكن البداية في السؤال ده الحل لازم تكون من محطة أمراض التخاطب وأنا بأكد هنا على استشارة طبيب أمراض تخاطب أنا بقول له طبيب أمراض تخاطب الله وهو في حاجة تانية؟ آه في حاجة اسمها مراكز التخاطب ودي مراكز في جزء كبير منها وتبقى مراكز مجهولة الحقيقة ومش عايزة أقول لكم يعني أو لأخفيكم سر أنه بيبقى مش شغال فيها ده كترة أصلا وإحنا اتفقنا قبل كده أنه استراتيجية علاج أمراض التخاطب لابد أن يتم التشخيص ووضع خطة العلاج عن طريق تخصص أمراض التخاطب أو تخصص طبي التخصص ده بقى بيكون مسؤول بعد كده أنه بيوجهكم مثلا ناحية مراكز معينة سواء حكومية أو يعني جامعية أو حتى خاصة بس بيتكون استراتيجية العلاج دي تحت مظلة الطب لأنه وارد أنه الأخصائي التخاطب أو اللي بيقوم بجلسات التخاطب مثلا مع الطفل ممكن ما يبقاش دكتور آه أنا بقولك آه لكن لازم يبقى معاش هادات معتمدة من الجامعة ولازم ياخد تدريبات معينة وتبقى تدريبات مهمة جدا بيبقى مؤهل أنه يتعامل بقى هنا فاهمين قصدي؟ إنما للأسف اللي بيحصل أنه فيه ناس بتروج لنفسها وتلاقوا كده وإنتوا ماشيين في الشارع تبصت لقوا مكتوب على الحيطان كده وكده ويقولك لعلاج التخاطب بالمنزل وتلاقوا رقم تليفون دول تعرفوا عطول دول مش أطباء دي حاجة ملاش علاقة بالطب أصلا واليوتيوب بقى الحقيقة مليان يعني أنا آسف مليان بلاوي يعني بليان مصايب من مصر وخارج مصر وتلاقي ناس بيعملوا حاجات غريبة ويقولك دي بيعالج التأخر النطق كل ده كلام فارغ كل ده خطأ ادي العيش لخبازه وهو مش هيكله بقى ولا هيكل نص ولا هيكل ربعه خالص ده هنا الخباز هنا هو الطب فاحنا لازم نروح للدكتور زي ما بقولك هو هو تخصص أمراض التخاطب هو بقى هيوجهنا هو هيقول لنا نعمل ايه تمام كده طيب